اهلا بكم تحتفي دولة الامارات الشقيقة بعيد اتحادها الخمسين وسط انجازات كبيرة على كافة المستويات وفي مثل هذا اليوم بدأت مسيرة حافلة بالانجازات والنجاحات التي وضعت الدولة في مصاف اهم دول العالم واكثرها تقدما وعلى صعيد اليمن قدمت الامارات دعم لوجستيا وانسانيا للشعب اليمني في محنته وهو دعم لا يجب يزال مستمرا حتى اللحظة نوها قيد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي العميد طارق محمد عبدالله صالح بتجربة الاتحاد الاماراتي كمشروع وطني جامع تأسست عليه دولة الامارات وقال العميد طارق على حسابه بتويتر ان ذكرى عيد الاتحاد لدولة الامارات تأكيد على عظمة مشاريع التفاهم والتعاون والتوحد العربي والوطني في مواجهة التحديات وبناء المشاريع الحضرية وأضاف أن تجربة الاشقاء تجعل من عيدهم الوطني عيدا قوميا عربيا لنا جميعا أعلن التحالف العربي تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة وأوضح التحالف العربي أن العملية بصنعاء استهدفت أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية للميليشيات الحوثية وأضاف أنه دمر ورشل لتجميع الصواريخ البلستية والمسيارات بصعدة وأكدت تحالف اتخاذ جراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية فككت الفرق الهندسية للقوات عشرات الألغام الفردية والمضادة للدروع زرعتها ميليشيات الحوثي في مزارع المواطنين بمنطقة الحلة في مدرية حيس وكانت الميليشيات الحوثية قد فخخت منازل المواطنين والمساجد والمدارس والطرقات والجسور والمزارع بالألغام المختلفة والعبوات الناسفة الشديدة الانفجار في جرائم إرهابية تصل إلى مرتبة جرائم حرب تستوجب ملاحقة الميليشيات ومحاكمتها دوليا قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الاحتقانات بين المواطنين كبيرة بسبب انهيار الأوضاع الاقتصادية والمعاشية التي يعاني منها المجتمع وضف خلال الترأسي في مبنى ديوان محافظة عدن اجتماعا لقيادة وأعضاء السلطة المحلية أن الاحتقانات موجودة بكل مكان وعلى الجميع التعامل بمسؤولية مع ذلك وقال رئيس الوزراء أن الحكومة تشكلت بموجب اتفاق الرياض وهناك استحقاقات ومن الصعب القيام بإصلاحات دون وجود دعم وأوضح أن اليمن تعيش في مرحلة طوارئ وهو ما يحتم على الحكومة أن تطور من أدائها واتخاذ جراءات استثنائية ختام هذا الموجز أينما كنتم دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر